بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلونا قبل ما نبدأ حلقتنا نعزي إخوانا وشركائنا في الوطن على الحادث الأليم اللي حدث في صباح اليوم في كنيسة المنيرة فنطلب من الله سبحانه وتعالى لأهل الضحايا الصبر والسلوان وأنه يربط على قلوبهم وإن شاء الله كلنا نكون جنبهم ونأزرهم بحيث يتجاوزوا هذا الحادث إن شاء الله ويكون أملهم في الله سبحانه وتعالى أن يعوضهم كل خير وتعالوا ندعو كمان لكل المصابين أن ربنا سبحانه وتعالى يعجل لهم بالشفاء ويجعلهم في خير حال وإن شاء الله يعودوا إلى بيوتهم سالمين غنمين بصحة وبسلام يا رب العالمين احفظ وطننا وكل أهلنا وناسنا ويجعلهم دايما في رخاء وسلام وعافية يا رب العالمين ما تسوقناش أبدا في حد من المصريين يا رب هنتكلم النهاردة عن حاجة يعني متكررة بشكل ضخم وحاجة كده بتسري في البيوت لغاية ما يحصل أنا بسميه الشلل النصفي يحصل في البيت كده كأن البيت فيه مشكلة احنا خلاص تعودنا على حلقة يوم الحد بنتكلم فيها إزاي هنحصن بيوتنا من شبح الطلاق وإزاي هنكون وقفين بكل وعي وبكل فهم لمصيبة الطلاق دي بتيجي منين؟ أيوة اسمها مصيبة لازم نفهم كده هي بتيجي منين؟ ساعات بتيجي من حاجات صغيرة وإحنا قلنا قبل كده أن الجواز ده سفينة والسفينة دي ممكن تغرأ من أبسط حاجة أنا هنا أكلمكم عن حاجة بنشوفها في حالات كتيرة ما بين الأزواج والزوجات وبشتكوا منها بشتكوا من إيه؟ من إهمال شريك الحياة صحيح نحن في منبقات الطلاق بنتكلم عن حاجات أكثر اتساعا بس إنا إحنا وبنعالج الكلام ده في برنامجنا بنتكلم في أشياء تفصيلية بشتكوا من الإهمال والإهمال ده في الحقيقة من أكتر الحاجات اللي تكسر وتشوه وتتعب وتحرى للقلب وتحسس الإنسان بأنه مالوش قيمة ليه؟ لأن فيه خلل في الحق في حقائق موجودة في الجواز في حقائق موجودة في الجواز كده اللي لازم نفهمها أول حقيقة من حقائق الزواج فكرة أن الزواج ده علاقة لها الأولوية الجواز ده العلاقة لها الأولوية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على النفقة ويقول أن أفضل دينار دينار تنفقه على أهلك إذا يبقى الجواز دي علاقة لها أولوية أولوية من أولى من العمل المجتمعي أولى من النشاط الخاص بالإنسان فعلاقة الجواز دي علاقة لها الأولوية ومعنى أنه لها الأولوية يعني لو خيرت بأن أنا أخرج أعمل عمل مجتمعي ولا أصلح في بيتي وأراعي بيتي لا أراعي بيتي الأول في العلاقة الزواج دي علاقة لها أولوية طيب إذا أخرج وأرفع عن نفسي ولا أن أنا ألحق حاجة ممكن تشتعل في بيتي لا ألحق حاجة ممكن تشتعل في بيتي طب ليه؟ عشان الحقيقة في حقيقة اسمها الاتحاد الزواجي يعني إيه الاتحاد الزواجي؟ الاتحاد الزواجي ده إن إحنا لما دخلنا في الجواز ما بقاش أنا وأنا بقينا إحنا بقينا بنفكر في الأسرة على إن إحنا مع بعض وتعاونوا على البر والتقوى خلاص بقينا اتنين مع بعض ما بقاش كل واحد في حتة ومن أكبر المشكلات اللي بتحصل في الجواز وبيكون سببها إن إحنا بنتكلمش على إن إحنا كل واحد فينا بيتكلم أنا وأنا الحاجة التالتة والمهمة حاجة مهمة قوي قوي الصدق الزواجي يعني إيه الصدق الزواجي؟ إن كل واحد فينا يكون صادق في التعامل مع شرك حياته الحاجة التالتة الإخلاص الزواجي الليه هتبقى كارثة فيه لو كان فيه خيانة آخر حاجة إن الجواز ده زي ما أنتوا عارفين أنا بحب دايما بقول إن الجواز ده مولود جديد ما بحب سيسميه شركة يعني إيه؟ محتاج هناية وتربية ومحتاج يتغزة وكمان يتحسن طب هو إيه اللي بيتسبب في الحقيقة؟ إيه اللي بيتسبب في إني أوقات قعدنا مع بعض في البيت؟ أو إيه اللي بيتسبب في الإهمال بشكل واضح؟ أول حاجة نمط الحياة عند الزوج زي مثلا اللي انشغال بالعمل لفترات طويلة ده من أهم مسببات الإهمال تاني حاجة نمط الحياة عند الزوج هي متجوزة عشان تبقى أمه فانشغلت بالبيت وبالأولاد وساعات كمان تنشغل بالعمل هي رخرة طيب إيه المسبب الثالث؟ إحنا قاعدين بنفصل تفصيل دقيقة عشان نوصل لنا إحنا طبيعة الأعمال اللي بتستدعي سفر لأوقات طويلة الزوج يسافر لأوقات طويلة هي تسافر وتقعد عند أهلها هم من مدينة وهم سكنين في مدينة والعمل بتاعهم في مدينة فسافر الزوجة تقعد أوقات طويلة أو زوجها يكون سايب الأسرة ورايح مسافر عشان لقم تعيشه فده كله من مسببات الإهمال اختلاف مواعيد العمل وبقول كمان واختلاف مواعيد النوم مواعيد العمل ومواعيد النوم أنا شوف بركز إزاي؟ لأن بعض الأحيان بيستسلموا إن هي بتنم في وقت وهو بينام في وقت فيفسد المسألة المعنى الخامس قضاء معظم الوقت على السوشيال ميديا وفي الغالب الشريك اللي بيروح يقضي وقت طويل على السوشيال ميديا بيكون بيهرب من حاجة بس هو مخبيها ولو بصنا للسبب السادس هنلاقي عدم إدراك أهمية الوقت اللي بيقضوه سوا هو مش حاسس إن فيه أهمية للوقت أنا أقول إيه؟ إيه اللي عنعمله يعني؟ ولا ليه لازمة الوعاد مع بعض ولا ليه لازمة هقولك حاجة ده الوعاد مع بعض بيجي بالنكد فما لهاش لازمة فيهمل مسألة الأعمالة مسألة الأعاد مع بعض ومسألة إنهم يقضوا وقت مع بعض الحاجة السابعة عدم القدرة على التعامل مع الطرف الآخر عشان اختراف أنماط الشخصية فإيه اللي حاصل؟ فبيقل عندهم الفاهم والتفاهم والتفاهم وبالتالي بتحدث خلافات عند الجلوس معا فامتنوا عن الجلوس الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح سد وتستريح إيه؟ ما تهتمش أهم المسألة إنه إيه؟ بس إحنا قاعدين مع بعض وحاسين إن فيه نار تحت الرماد عارف الإهمال الزواجي ده هو إيه؟ هو أفضل تعبير عنه إن ده فيه نار تحت الرماد مش معنى إن الناس سكتة إن هي مش مشتعلة من الداخل ده مليانين وجع وقلم وضيء وتعب والواحد فيهم أول ما تيجي تدوس عليه بينفجر رقم تمانية قلة المحاولات للوصول المشترك ورقم تسعة إن في بعض الأحيين بيستخدم الإهمال وخلوا بالكم اللي أنا بقوله ده في بعض الأحيين بيستخدم الإهمال كأحد أنواع العقاب عشان يبين الزوج أو الزوجة عدم رضاهم عن سلوك شريك الحياة الأسباب دي كلها بتعمل لنا أسار سلبي شعور بوحدة وانفصال شعوري وخرس زواجي وكمان انفصال جسدي ما يبقاش فيه علاقة خاصة ويدوروا على احتواء بديل ويوصل إلى الخيانة بصورها المختلفة والزوجة بتشعر إن هي مش موجودة في حياة زوجها إن هو مش شايفها مش نازلة على الشاشة بتاعته ويشعر زوجها إن هو ما أضف لهاش قيمة في حياتها وتبدأ المقارنات بقى بينها وبين معارفها وزوجها بالأزواج الآخرين ويفضل ده لغاية ما الزوج يشعر إنه غير مهم في حياة زوجته وكل مهمته هو إنه هو يجيب فلوسه فقط فكل مهمة الزوج تتوقف إنه إيه إنه هو فقط بيجيب فلوس للزوجة ويحس إنه ما لهش أي همية في الحياة الزوجية طيب وإيه اللي حاصل بعد كده يحصل إن الأوقات اللي فيها تفضل تقل 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 لغاية ما الحب يتخنق الحب يحصل له إيه يتخنق بالمناسبة الإهمال أحد سبع أسباب بتموت الحب وتخنقه فالحب يتخنق لغاية ما نلاقهوش ما نلاقلوش إيه نفس يطلع منه وعشان كده لازم نعرف إن معيار السعادة والمعراء اللي بيحكموا العلاقة فيكون الوقت اللي بنقضيه مع بعض وبنقضيه سوى هو إن كل واحد فينا يسعد الآخر إيه فكرة إن الإهمال ده ممكن يوصلنا للعباء الكارثية دي عارفين ليه؟ لإن الإهمال ده بيحسس الشخص إن شريك حياته متجوز نفسه فهو مش شايفه مش شايفه ليه؟ قد يكون مش شايفه لأنه محقق له السعادة بس هو في الحقيقة ما يفهمش يعني أسره شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقط السيدة عائشة قالت كلمة أو بتحكي حكاية شوف الكلام شوف مدى الاهتمام لازم نعرف إن معالجة الإهمال بالاهتمام فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقت للسيدة عائشة يسبقها فيه يلا يعمل إيه تاني يخليها تشاهد الأحباش لعب الأحباش إيه تاني كمان يخليها تحكي حكاياتها وأول ما تقول كلمة كده حضرة النبي يحس إن الكلمة دي ممكن يبين فيها اهتمام فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كنت لك كأبي زرع ليوم زرع غير أنني لا أطلخك حضرة النبي يهتم فيشوف يقول لي السيدة عائشة أنت شربت من أين؟ فتقول له شربت من هنا فيروح مدور الكأس ويشرب من نفس المكان اللي شربت منه اهتمام ويخلي له وقت يتناقش معها وهي لما تتكلم حضرة النبي يهتم بكلامها يموت طفل صغير فيقول له فتقول إيه أصفوره من عصافير الجنة فحضرة النبي يهتم بكلامه يقول له أو غير ذلك يا عائشة يصدق على كلامها اهتمام الاهتمام ليه صور كتيرة جدا جدا الاهتمام مش بس بيكون في مسألة توفير الوقت بس لازم الاهتمام يكون واضح جدا جدا في حياة في حياة الأزواج الضلع الأول بعد قعدة الهرم اللي هي الأمان الاهتمام المرأة لو حست أن ما فيش اهتمام بتحس أن هي حاجة غريبة جدا والله في التحليلات عندنا المرأة لما تفقد الاهتمام عند جوزها بتحس أن هي ما بقتش أنسة اه والله والراجل لما يفقد الاهتمام عند زوجته يقول لها أنت ليه مش محسسان أن أنا مش راجل هو إيه اللي حصل عارفين إيه مشكلة الإهمال عارفين إيه مشكلة الإهمال وعدم الاهتمام إن بتفقد الإنسان هويته بيفقد الإنسان الهوية بتاعته فلما يفقد الإنسان هويته يحصل إيه يحصل إنه يبقى إنسان مختلف أنا شفت ناس بسبب الإهمال يتبادلوا يتبادلوا يعني بقوا أشخاص آخرين بسبب إيه؟ شعوروا بالغربة في وسط المكان اللي هو الآمن فيه لتسكنوا إليها هو مش حاسس بالسكن وهي مش حاسة بالحنية والأمان والطمأنينة فيبتدوا هم يبقوا أشخاص آخرين ويقولوا أن زوجتي دي كانت بدلت ما أنت أهملتها لغاية ما دبلت لغاية ما ضاعت تعالوا نشوف الإجراءات اللي ممكن نعملها عشان نقدر نتجاوز ده أول إجراء لازم يرجع تاني الحوار لازم نتحور مع بعض على الأقل نصف ساعة كل يوم من غير ما نتكلم عن أي حاجة في الماضي لأن الماضي هيقلب علينا المواجهة نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة لازم أهتم بتفاصيل أن أنا أعرف شخصية زوجتي وأهتم أن أنا أعرف شخصية زوجي وحتى لو أن أنا سمعت منه أنه هيتكلم عن شخصيته ولزيك في الأوقات اللي زي دي بنخلي فيه جورعات مع الكلام عن المستقبل والسعادة أن نسيب الشخص يتكلم عن نفسه وخلي بال حضراتكم أن الكلام عن الزات كلام أشبع بالكلام المقدس يعني ما يجيش وهو واحد بيتكلم عن الزات وتقول له يا سلاة بقى هو كده سيبه يتكلم هو دي سلطه عن نفسه ممكن بعد كده نعمل تغيير عشان نبقى أكثر ندوجا وأكثر معرفة بنفسنا بس يسيبه يتكلم لأنه دوة الصورة اللي هو عايزك تشوفه بيها فسيبه يتكلم لأن دوة اللي بيقرب المسافات بينكم الأمر التاني لازم عشان نخرج من الأعمال ما عنديش فكرة الإهمال يكون معالجة الإهمال والاهتمام بالاهتمام أنه يكون بالكلام بس لازم نعمل عمل مشترك ولازم للعمل المشترك ده يبقى فيه شقين عمل مشترك حياتي وعمل مشترك كمان يتعلق بعبادتنا بربنا يعني نعمل عمل مشترك حتى لو عنا نلعب لعبها مع بعض حتى لو عنا نتمشى مع بعض لكن لازم يبقى فيه عمل مشترك بيجمعنا احنا الاتنين لأن ده الرابط اللي هيخلينا ما نرجعش للإهمال مرة تانية ويا سلام لو أن العمل المشترك ده بنعمله وإحنا حسين إن فيه شغفنا ويكون كل واحد فينا بيحبه رابع حاجة بعد ما نعمل حاجة مشتركة لازم كل واحد فينا يبين للشخص الآخر إن هو شايفه جميل فيا سلام لو أن كل واحد فينا يقول للتاني ويعبر للتاني عن امتنانه بأن ربنا أنعم عليه بنعمة شريك حياته ويطلع له ويمدح له أحسن ما فيه لازم نقول لبعض كلام حلو عن بعض لأننا نحن لما نقول كلام حلو عن بعض عادي تشال الغشاوة ونبتدي نشوف بعض صح ونبتدي نشوف أجمل ما فينا واحد مراته طيبة فهو ما شايفها إن هي ما بتسعدهوش وما بتدلعوش لكن لما يقول لها أنت أكبر نعمة علي لأن أنا حاسس بالسكينة لأن أنت عمرك ما كنت خبيثة ولا كنت بتحب اللوع هو كما هي كمان تقول له على فكرة أنا ممتنة لك إن أنت بتحميني وبتأميني الكلام ده عاي ساعدنا إن احنا نخرج أحسن ما فينا وإن احنا نزداد ندوجا ونزداد وعيا يا رب اجعل بيوتنا مليانة بالوعي وبالنضوج وجعلنا كمان دايما أمان وجمال ومحبة ومودة على أهلنا بعد الفاصل ألقاكم عشان نجاوب على أسالتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسالتكم وتفضل جسر منور بيننا وبينكم عشان نفضل دايما في مجلس علم دائم ومعانا الأستاذ أحمد من القاهرة أستاذ أحمد عليكم السلام عليكم تفضل يا فندي أنا كنت دلوقتي هجبت طالب سنة مية عامة وكنت بغش من لجنة للأسف يعني طيب فأنا دلوقتي يعني أنا جبت مجموعة كلية تبقية طيب فأنا دلوقتي بأقداميهم قندني إن أنا مش عايفة أخشها ولا أعمل إيه بص يا سيدي أنت دلوقتي الحل أن أنت تعالج الخطأ بشيء يمحو إن الحسنات ويزبن السيئات فأنت دلوقتي لو إنك إنت بدخلتش الكلية دي طبعا أنا مراعي حاجة مهمة قوي إن اندقت أولادنا في السنوية العامة والاسترس اللي بيحصل لهم بيحصل لهم تغيرات نفسانية كتيرة جدا جدا فده بيحصل فيه اضطراب ولكن أنا يعني أشجع فيك إن اللي أنت بتفكر فيه إن أنت تكون من أهل الإخلاص ومن أهل إن أنت تتجنب المعاصي ده شيء حسن وأنت توبت الآن لأن في الحقيقة هنا مش هتقدر هنا ما فيش حق للغير الحق كان فيه فقط كان أنت مستحق ولا مش مستحق فأنت حاول تكون مستحق إن أنت تكون طبيب الدرجات مش هي الوحيدة اللي بتخلي الإنسان مستحق المعنى أو مش مستحق المهن وكتير من الناس بيشتغلوا في مهن هما ما كانوش في درجاتها الأول وبعدين طوروا من نفسهم وحسنوا من نفسهم اللي أنت عملته دي معصية توب عنها واستغفر ربنا حدش أبداً هيقول لك إن الغش ده كان حلالاً أو إنه متجاوز عنه لكن هنقول مع بعض تقول معايا دلوقتي توبت إلى الله وعزمت على ألا أعود إلى هذه المعصية أبداً وعلى فكرة في بعض الأحيين وقوع الإنسان في المعصية ممكن يكون حجاب بينه وبين المعصية دي فلا يعود إليها أبداً فخليك أنت من الصنف ده الصنف اللي الله سبحانه وتعالى والصنف دوت هو اللي هيدخل في قولي تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتي محسنات خلاص مرة عمل معصية ومع ملاش تاني خالص وأخذ في قلبه نور إنه هو مش هيتكرر منه ده لكن اللي أنت بتعمله ده دلوقتي في نفسك يقربك من اضطراب نفسي يتعلق بجلدك للذات لا توب إلى الله سبحانه وتعالى وكمل في الكلية دي واثبت بكل إخلاص إن أنت مستحق للنعمة اللي ربنا نعم عليك إن أنت تكون في مجال خدمة للناس ودي نعمة عظيمة أنا عندي كليات دي كليات اللي بيسميها الناس كليات القمة أنا عندي هي كليات حسنة مش عشان فيها درجات حسنة أنا عندي هي كليات حسنة لأنها في أعلى درجات خدمة الخلق إنهم يخدموهم فيه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وهي نعمة الصحة في الطب ونعمة السكن في الهندسة مثلا فأنا عايز أقول لك حاجة خش في المجال ده واخدم خلق الله وكون مجتهد وعيش هذا المعنى وهي دي التوبة النصوحة إن أنت تتبع التوبة بعمل صالح يبقى إيه العمل الصالح؟ كن من أبرز الأطباء في مصر؟ ساعتها الزنب يمحى يبقى إيه اللي حاصل؟ كمل في كليتك الأول دلوقتي إحنا توبنا إلى الله ثم أتبع هذه التوبة بعمل صالح إن أنت تكتهد في هذه الكلية وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئة بحسنة تملأ قلبك براعة وتملأ قلبك نعمة وتملأ قلبك كمان خدمة لخلق الله معنا الأستاذة داليا من القاهرة أستاذة داليا لسه معنا؟ ألو؟ ألو؟ أيها ما حضرتك؟ أتفضل يا أستاذ الحمد لله أنا مشكلتي مشكلة فمش لاي حد يحلهين ولا حد يقوم معي يلا نحاول إن شاء الله ومعنا ربنا سبحانه وتعالى آه الحمد لله الحمد لله أنا معي ولدين بس مش من نفس الزوج اللي معي طيب ولدين من زواج سابق الزوج اللي معي فالزوج اللي معي دلوقتي سمعني حضرتك؟ يبقى إحنا عندنا ولدين ولد وبنت من زواج سابق البنت بقى البنت مالها بقى البنت متعرفش من أبوها عرف أبوها اللي معي يعني هي بتظن إن والدها هو زوجك الحالي زوجك الحالي ما بيخلفش؟ لا هو متجوز وأنا متجوز أعرفي آه مع عشان كده أنا سألت السؤال ده طيب وبعدين لا أنا متجوز أعرفي هو متجوز البنت عندها كم سنة؟ أنا متجوز أبقى لخمس سنة طيب ده خطأ فادح البنت عندها كم سنة؟ البنت عندها أربع ونص إزاي؟ أنا متجوز آه لما أصلا على النبي متجوز أبقى لأربع سنين البنت عندها خمس سنين طيب كده ماشي معقول مفهوم كده آه لا أجل دهش أنا مدمع لش طيب كمّل يا فندي يبقى البنت عندها دلوقتي خمس سنين وإنت متجوز أبقى لأربع سنين فين السؤال؟ آه آه السؤال إن أنا بعد خمس سنين جايز دلوقتي يقول لي حماية قال لي اختار اختار من دي ومن دي ده أمر متوقع إيه اللي خلاكت الجوزي عرفي آه إلا أنا كنت تعبانة في المستشفيات كنت ما أنا معيشي هذا أنا كنت شغالة عاملة ونكنت بيت بهديل وقعد عند بيت والدتي يعني الملامة دلوقتي الملامة دلوقتي الملامة دلوقتي مش منزل حد حضرتك يلميلي بعيالي فلما صدقت إن أنا أخدت الشخص ده طيب يا بنتي أنت بتسألي دلوقتي على اللي بيعمله الشخص اللي تجوزي زواج عرفي ده هل اللي بيعمله ده حلال ولا حرام؟ آه هو كده ظلمني يعني ما هو كده ظلمني أنا من غير سر سرني أنت جوزتي يعني بوجود شهود ووجود وأهلك عارفين وكده؟ ووالدي وعمي وفيش هود ومحاني طيب بص يا بنتي أنت عندك مشكلتين أساسيتين مشكلة لأ اتفضلي عايزة تكملي سؤالك اتفضلي يا أستاذ دالي من حق إن أنا أرفع للشيك ده ولا أبص للعشرة اللي هو كان معايشني برضو خمس سنين بعيالي من حقك تعملي إيه؟ من حق أنا كتبع للشيك من حق إن أنا أرفع الشيك وإن أنا مش من حق عشان خطر العشرة الشيك ده تدعولك يعني باعتبار إن الشيك ده عبارة عن مهرك مثلا؟ الشيك عبارة عن ضمار لي أنا منه هو أه لا أنت من حقك تأخذ الشيك ده لكن في نفس الوقت أنا كتبع للشيك فأنا في نفس الوقت مستحرامة إن هو كان معايشني ومعايش عيالي ولا مني زي ما بيقولوا كده بالعبية يعني أعدى بين أربع حيطان فأنا فكتة معيك الحمد ربنا هل أنت عملت له شيء يستدعي إن هو يطلقك؟ لا 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 والله ما عملت حاجة لا طيب هل أنت إسمعيني إسمعيني يا أستاذة هل أنت عندك أموال تنفق بيها على أولادك؟ لا لا ده أنا شاكل 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 عاملة كنت شغال عاملة وتعرفت عليه وأنا ممسح البلاط وده وده هو لما تدالك الشيك ده إدهولك عن طيب خاطر ما أنت ما غصبتوش على حاجة لا إزدان الشيك أو بقى يعني على ضمع كده إن أنا مش هتسيبك الشيك ده إنت اللي وازمك أتراجي على العرث والكلام ده بيقول حرام ومش حرام وما ينفعش إن إحنا حادي كنا يدول إنت خدت مهر ولا لا خدت مهر ولا لا لا أنا مخدتش حاجة مخدتش أي حاجة خد الأموال اللي في الشيك ديت اللي هو كتبهولك متبرعاً وكان تعويض ده عن مسألة مسألة المهر بتاعك ولو ربما الشيك ده تكون القيمة بتاعته بتساوي المهر بتاعك ده فخدي المال ده إذا هو طلائق أو سعى في طلائق في طلائق خدي خدي قيمة هذا الشيك لأن في الحقيقة ليس من العدل أن الناس تتجاوز الناس وبعدين ترميها فالناس تتعرض لفتنة ضخمة مهولة لا لشيء إلا لأن شخص كان عايز يحس برغبة ولا يحس بشيء وبعدين في الأخ خالص طب هو ما كانتش عارف إنه ما كانتش عارف إنه يبقى فيه ضغوط اجتماعية عشان يطلقوه منك أكيد كان عارف قبل الجواز فاللي حاصل أنت ما تخليش حياتك تتعرض للطراب ونصحت ليكي لو حصل أي نوع من أنواع إنهاء هذا الزواج ترياسي وبلاش حكاية الجواز اللي عرفي ده لأن دوت كتير جدا جدا بيزل المرأة وبيخليها تحس بالضياع وتحس بقلة الإيمة وعشان كده ما تعمليش كده تاني وأنا بقول لي زوجك هو اتق الله دي زوجتك وروحوا توسقوا الزواج ده يعني منتظر منك إن انت تتعرض بنا وتروح توسق زواجك منها مش إن انت تسيبها وبعد كده تاخدوا بيها وتسيبها لا المنتظر إن انت ما تطلقاش بلا سبب إلا إذا كان سبب بس إن أبوك بيطلق عليك ده مش معنى وده على فكرة مش من بر الوالدين إن واحد يكون متجاوز واحدة فأبو يقول له طلقها فيطلقها لا ده مش من بر الوالدين لكن في مشكلة أنت تجاوستيها أنا مش عارف تجاوستيها إزاي وهي مشكلة إن البنتك فهمة إن زوجك التاني اللي هو مش أبوها إن هو أبوها لازم تعرف بنتك الحقيقة دي ولازم تفهميها إن هو مش والدها وما فيش حال خالص ما أنت متجاوزها فما ينفعش إن انت تفهمي بنتك إن حد تاني هو أبوها وهو مش أبوها يا ما حصلت مصايب من جراء الفكرة دي ومن جراء المعنى ده فهميها إن ده مش أبوها ومش والدها ولازم تعرف مين أبوها ومين والدها الكلام ده الطلاق ده مش بيبقى طلاق للأطفال الطلاق ده بيحصل ما بين الزوج وزوجته مش بما بين الأطفال أطفال بيظل الأب ينفق عليهم يا جماعة تقو الله سبحانه وتعالى في الأولاد إحنا مش نقصين وجع الأولاد دولة نعمة ربنا بي نعم بيا علينا لكن ده يرمي وده يرمي ده مش تقو الله سبحانه وتعالى ده ظلم والعزب الله والظلم وظلمات يوم القيامة وإن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول أستاذ أسماء تتفضل أيوة معيك حضرتك سلام عليكم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا مطلقة ومعي ثلاث أولاد بنتين وواد وأنا مع والدي وأخوي أخوي متجوز ومخلف وأخي لسه متجوز نعم وطريقي شاعات ما إحنا مستفقين يعني عاديين قاعدة كده بعد قبل قبل من اطلق اللي هو شهر كل شهر يبعد خمسونة جنيه نعم وطبعا دلوقتي شهر يبعد وشهر يبعد شهر يبعدش خالص وشهر يبعد متين جنيه قولي أنا من الشغال خلوا أميك ترفتي ما عامش إيه وتبدأ يتكلم كلما روش أية لازمة لا حاول أخوة الله يعني أنا أدفني أخواتي اللي كن بالدنيا عندي وأنا مش عادي أوقف أخواتي في أي حاجة ولا أهلي إحنا نص على الزينة وأنا مش عارفة أعمل إيه قدوكم قد الدنيا يا بنتي ما تعمليش كمها ما تقوليش ما تقوليش الكلام دوت الكلام دوت الكلام دوت ما ينفعش مش عشان واحد ترك مسؤوليته يخلي الناس تحس بأنها عجزة ويبنتي داخل المدرسة أول سنة لها حضرتك أول سنة لها نعم أول سنة لها بتقولي يا الله أنا عايزة جد حسنة خلي موكتي جبلت من معاها ومش معاها فلو وانا والله أنا معايا ما كنتش عبتله أنا مش عايزة أنزل شغل واسمي البنات والويت البنات صغيرين لو لقاهم كبير كنتم ذات اشتهال لكن أنا ما ينفعش أصبهم ما ينفعش أصبهم في البيت معايا والديتي والديتي دعبانة عندها القلب والسكر والدق ما ينفعش ملاش ملاتة ليهم بص يا بنتي بص يا بنتي بص يا بنتي أنا أتعاملك للوقتي معاك كأنك ابنتي وسأفتيكي بنفس الشعور ده بص يا بنتي إحنا مش هنرضى بأن الرجال ما يورسسوا ستات ونرضى كمان أن يوم ما يظلموا الستات ومنعهموا النفقة بنتي الراجل ده لو ما تدلكيش نفقة خضي نفقتك بوسائل الشرعية القرنية أنت واجب ليك النفقة يا سادة النفقة يا رجال اتقوا الله في نفسكم النفقة ده واجب عليكم نفقة أولادكم واجب عليكم فكرة أن أنت خلاص لما طلقت الست تدي للأولاد اللي هم من الست اللي أنت طلقتها الفتات ده ليس من تقوى الله وتديها الحاجة التي لا تؤثر على البيت التاني لا أنت لازم تعدل ولازم أولادك دولة ياخدوا حقهم ولو ما خدوش حقهم أنت ظالم والظلم ده تيمحق ببركة من مالك فاتق الله سبحانه وتعالى اتق الله سبحانه وتعالى هو بلاش الطريقة دي بلاش تنتقم من زوجتك في أولادك دولة هتسأل عنهم يوم القيامة ودولة اللي بسرهم ربنا بيرزقك فاتق الله سبحانه وتعالى وأنفق بالمعروف لينفق بوسعة من سعة ده واجب عليك أنت لا تتفضل عليهم فواجب عليك أن أنت تنفق عليهم طيب أنت بتقول لي مش عايز أعرض لإخواتي محدش قال إن إحنا نستخدم العنف بلاش النغمة دي بلاش نغمة استخدام العنف خدي حقك بطرق القانونية لكن بلاش فكرة العنف إن إحنا كل حد ياخد حقه بدرقه الكلام ده كلام حرام مفيش حاجة أسمع الواحد ياخد حقه بدرقه خلي على طول عندك ثقة بنفسك وبلاش حكاية دي يعني أنا القلبي بيجعني لما الناس تحس إن هي مكسورة ولا الناس إن هي تحس إن هي قليلة ولا ملقاش حد بلاش كده خليكم واثقين في نفسكم أنت معاكم المولى سبحانه وتعالى وخاصة لو كنت صاحب حقه خلي بالك خلي بالك حضرتك أنا بكلم الزوج دلوقتي خلي بالك الستة مظلومة وخلي بالك لو أنت فعلا معاك مال ومش عايز تنفق على العيال دعوة من الستة دي ممكن توديك والعيز بالله في محق للبركة وفي ضياء لحياتك فاتق الله سبحانه وتعالى في أولادك وفي هذه المرأة اللي بتربيه لك أولادك دلوقتي اللي أنت متخلي عنه فاتق الله سبحانه وتعالى السيدة محمد تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم دكتور عام أه يا فاند أهلا مساعدة أهلا مساعدة بالوقتي يعني الزوجي يعني أناني بيقرب عنفه يعني يقرب ويروح وخيتي وإحنا ما نشحق عليه يجي أدوبك عاوز يأكل ويشرب وينام وأهله بالأخرة وأهله بالأخرة وأهله يتقول علي أخوه يجي يكلمني بالسلوب مش حلو والده يمدي إيده علي عايزي بالنزاله ويأهلي عام حاجة عندهم إن انا يعني مطلقش وخلاص يعني حقي ضيع إدرجة وصلوا لي إن انا يعني بقيت اخل مهدئات ما قدر عايش وانا دلوقتي معي يعني ولدين مش عارفة عملي بص يا حاجة عايش حياتي يعني يعني مظلومة بالعافية أكلم حضرتك دلوقتي حاجة محمد أنا عايز بس عندي شوية حاجات لازم أقولها لك بصوا مش كل واحد بيمر عليه ظرف صعب يبقى هو يحس إنه ضحية ومظلوم بلاش ده ده أسوأ طريقة ممكن تتعامله مع الأحداث أنا لما يمر عليها ظروف صعبة أفكر تفكير إزاي حياتي أصلح أنت بتقول لي إن زوجك شخص بيخرج مع نفسه ويسيب البيت ومفيش اهتمام بالبيت وأهلك مقدرين وجعك إن أنت حاسة كأنك ما عندكيش زوج فكل اللي بيعملوه إنهم بيخلوك عايشة في حياتك الزوجية دي مجايز دوت اللي هم بيعملوه دوت باب من أبواب الفتح عليك إيه اللي أنا شايفه بقى؟ نشوف حد الليه تأثير وحد بيقدر يتفاهم مع زوجك نعرف الأول هو بيعمل كده ليه؟ يعني هو لو البيت عنده ما عنديش مشكلة زوجية بيكون سببها واحد بس لازم الاتنين بنسب آه بنسب دي قاعدة كده عندنا ده حقاقة من حقاق المشكلات الزوجية فإحنا لازم نعرف عشان بس هو مش هو دلوقتي ما هو ما كلمنيش ما يبقاش أنا سازج وأصدق الكلام إن هو تارك البيت وأناني وهو عنده مشكلات تتعلق بالبيت يبقى الحل هو إيه بقى؟ أول حاجة نجيب حد يقعد معاكم إنتو الاتنين من أهلكم ونحاول بقدر الإمكان نحن نقرب بينكم ونفهم هو ليه بيسيب البيت على طول ما جايز هو عنده حاجات ملحوظات عايزة تصلح فنشوف الكلام ده حاجة تانية طب ده ما نفعش تجوني على مركز الإرشاد الزواجي في در الإفتاءة المسارية وتيجوا عندنا نتكلم كتير أوي 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 لأن في أحوال كتيرة جداً بيبقى الناس بيحبوا بعض في أول الجواز لكن إيه اللي بيحصل؟ بيحس إن هو مراته خلاص أهملته زي ما كنا بنتكلم في الحلقة النهاردة أو إن هو حس إن مراته في الحقيقة دايماً بتلومه وتنتقده أو إن هو فعلاً عنده مشكلة في تحمل المسئولية والاعتمادية ما بيتحملش المسئولية وبيعتمد عليكي كل ده لي حلول ولكن الحلول دي لازم تبقى معه خبير فالكلام ده لازم نتعامل معه برعاية وبهناية شديدة أستاذ أحمد من القاهرة نتفضل حضرتك يا أحمد حضرتك إيه الحلقة؟ أنا مستامع يا فندي حضرتك سمعني كده؟ أه سمع حضرتك كده، تفضلي أستاذ أحمد حضرتك؟ أنا مع احترامي للإخدام أنا متزوج ومعي أطفل 8 سنين سمعني؟ أه سمع حضرتك، تفضلي أستاذ أحمد الحالة اللي حضرتك بتتكلم عليها موضوع الحلقة ده النهاردة أنا يعني مش هاد أقول حضرتك، أنا بقالي 12-13 سنة عايش فيها ما خلتش ما خلتش يتوب الأرض يعني مع احترامي برضو الزوكة عشان خاطر بناء أدم أنا ما بذخرش من بناء أدم ما خلتش لا تغير ولا كبير ولا حلو ولا وحش ألا لما شاهدتهم عليها هي ما شاء الله مؤتدرة أو معاها مهنة بيتدخل دخل حلو وأنا رجل سواء تمام حضرتك؟ تمام ما عليش سمعني والنبي إن أنا بطاول عليك حبيبي قلبي أنا عندك أنا عندي إحساس عشان كده قلت إيه؟ قلت لها الكلام ده مع عدم لأن أنا ما سمعتوش وهديني بس مع حضرتك أوه الله يكرمك بس أنا إيه رأيك حضرتك يا أستاذ أحمد؟ أنا عندي رأيي تاني أستاذنا أنا بكلم بما يرد الله ده إيه رأيك أحد أمنا بما يرد الله لأن أنا بقول لحضرتك أنا مسواء بمعنى إن بمشي على هواء اسمعني يا أمم ربنا يحفظك يا رب اسمعني اسمعني أنا حتى لما بأعلم بدرب المفتين أو بأعمل أي حاجة بحب جدا جدا قيمة سواء اللي يقدموا برامج فيها فتوى سواء اللي يكلموا برامج دينية لازم يبقى فيه قيمة أساسية عندنا اسمها قيمة حفظ السر يعني أنا ممكن أفضل أكلم حضرتك كده ونقول كلام لطيف قوي 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 والحلقة لكن مبعدين ده ممكن يقدي اسمع بس يا سيد أحمد اسمع بس يا سيد أحمد اسمع بس ممكن ده يقدي إلى إيه العدم إصلاح الحل بينكم منتوا الاتنين فالحل هو إيه دلوقتي لو حضرك تحب ودوت ما بنعملوش دايما لو حضرك تحب أن أنت تتفضل والسيدة طالقتك دلوقتي يا طالقتك دلوقتي صح؟ طالقت أنا لجلي ابني أنا عايش تحت رجل الدنيا كلها طيب حبيب قلبي يبقى إحنا نعمل إيه؟ تتفضل حضرك وإنت وهي ونحاول بقدر الإمكان نحط نظام محترم راقي يتناسب مع حبكم وإنتوا الاتنين أولادكم لأن عدم موجود النظام ده والتراشق ومحاولة أزى بعضه ومحاولة دوس على التاني ده وشيطنته سواء من أي طرف من أطراف ده مش هيكون الطريقة الحسن ولو حبيته إن حضرتكم تتفضلوا ونقوم بده أهلا وسعلا بيكم وده أفضل من إن إحنا نفضل نعرض أسرار البيت على الهوى كده فتفضلوا حضرتكم وأسعد إن إحنا نكون في خدمتكم يعني أسعد إن أنا أكون في خدمتكم يا سيدة إحنا تكلمنا النهاردة عن حاجة تبدو كده إن هي إيه؟ عاملة كده عاملة عاملة زي السكون الذي يسبق العصف وزي ما قلنا كده عامل زي الرماد اللي تحطيه نار الإهمال ده بيخلي كل حاجة ملاش طعم ويخلي مثلا رجالة لو حصل لهم إهمال في حاجات معينة تلاقي بيتلك الإهمال أشهر سبب للتلكيك ليه؟ لأن الناس لما بيحصل لهم إهمال بيحبوا يفوقوا شريك حياته فيعملوا حاجات فيها عصبية وفيها رعونة وفيها حاجات في بعض الأحيين حاجات تخرج عن حد المنطق وحد الأخلاق بالله عليكم قبل ما ندفع التمن غالي والتمن ده يبقى موجع وبالمناسبة التمن الغالي مش بس طلق التمن الغالي حياة ميتة التمن الغالي حياة مفهاش نفس التمن الغالي حياة ما نحسش بيها بمدى ربنا ونعمة ربنا مش هتخسروا حاجة اهتموا بدل ما تهتموا اهتموا بأهلكم بدل ما يصوبكم والهم والغم اهتموا وأنا دايما بحب أحفز الناس مش بالأشياء الكريهة والأشياء الموجعة اهتموا هتشوفوا حياة من عالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وسيرزقكم الله من حيث لا تحتسبون يا سادة اتوكلوا على الله واهتموا بأهلكم واللي تغير بالإهمال يتجدد بالاهتمام يا رب يهمنا الصواب والقوة والمدد والفتح عشان نستطيع أن نغلب أنفسنا الأمارة بالسوء ونخرج من أسرها وانسجنها ونهتم بشركاء حياتنا لأن في الاهتمام بيهم فتح باب من أبواب المدد وفتح من أبواب جبر الخاطر يا رب اجبر خاطرنا بأن احنا نكون أقوياء على جبر خاطر شركاء حياتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين مددك يا كريم